أعلن مدير بلدية تكريتا المهندس عمار جراد أنه تم استحصال الموافقات الأصولية من محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل بشأن إكمال إجراءات تعديل الأراضي السكنية المخصصة للصحفيين من جهته أوضح نقيب الصحفي صلاح الدين الزمين لأشاكر الجبوري أن هذه الأراضي لا تليق بشريحة الصحفيين كونها عبارة عن وديان يصعب البناء عليها بلدية تكريت من الداعمين لعمل شريحة الصحفيين في المحافظة قامت عام 2011 بتخصيص عدد من قطع الأراضي لهذه الشريحة في أماكن تحتوي على الكثير من الوديان العميقة اليوم إيمانا منا بعمل هذه الشريحة وفي العام الماضي قمنا بأعمال تعديل وردم لهذه المنطقة تمهيدا لإفرازها وتحديدها لغرض أعمال البناء وتسليمها إلى أصحابها اليوم العمل يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وجهود كبير مثل ما تعرفون لحد هذه اللحظة لم تردنا الميزانية التشغيلية لمديرية بلدية تكريت لكن إن شاء الله بالأيام القليلة المقبلة سنباشر وحسب إمكانيات البلدية بأعمال تعديل هذه المنطقة خاطبنا سيد المحافظ وفاتحناه بكتب رسمية أبدا موافقته ودعمه الكبير للعمل في هذه المنطقة إن شاء الله سنستحصل مبلغ مالي لغرض تعديل هذه المنطقة من سيد المحافظ مباشرة يعني إن شاء الله خلال هذه السنة إن شاء الله سنغلق هذا الملف وستسلم كل أرض إلى صاحبها يعني هذا جزء بسيط من دعمنا واجبنا تجاه شريحة الصحفيين باعتبارهم السلطة الرابعة ومن ركائز المجتمع وإيصال صوت المواطن اليوم للحكومة المحلية وجود السادة عمر الجراد مدير بلدية تكريت معنا في هذا الموقع يعني في وادي الشيشين المخصص للصحفين العراقيين والذي هو في جميع الأحوال يعني حتى يكونوا واضحين لا يليق بهم لأنهم منطقة عبارة عن وديان لا أعرف تم تخصيصها بأي طريقة لكن معلوماتي أن السيد السادة عمر أصلا كان معترضا على هذا الاختيار ظروف الاختيار ظروف التوزيع يعني لا نستطيع الولوج إليها أو عادة تذكير الناس بها لكن في جميع الأحوال لم تكن بالمستوى المطلوب الآن الرجل معنا في مشروع القبول بالأمر الواقع الإقرار بها مشكلة عندنا بالعراق لازم نقل بالأمر الواقع الإقرار بالأمر الواقع وأن يعمل معنا ضمن إمكانياته لردم هذا الموقع وفرزه وتوزيع على الصحفيين يستحقون الصحفيين هذا الدعم من السادة عمر الجراد الذي هو الأقرب إليهم في مجال العمل اليومي والأعرف بهم يعني في احتياجاتهم الإنسانية لذلك أنا على ثقة تامة من أنه سيكون عونا سندا دعما لنا في إنجاز هذه المهمة التي يجب أن تكون بالمستوى الذي يليق بشريحة الصحفيين العراقيين في صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر